موسيقى أهلا بحضركم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تليل المعلم لبرنامج رياضيات الصف الرابع للتدائي في مننا اللي بتساءل ليه من أن نعلم تلامزنا استراتيجيات حساب عقلي وإيه أهمياتها في تعلم رياضيات؟ فكرت إزاي تقدر تجمع أو تطرح من غير ما تستخدم ورق أو ألم أو حتى ألا حسبة؟ حاولت مرة تحسب تمن الحاجات اللي اشتريتها من المكتبة قبل ما تروح تدفع تمنها من غير أي أدوات تساعدك زي ما بنقول كده عقليا أكيد ده هيكون شيء ممتع جدا طب إيه هي الطرق اللي ممكن تساعدكم على الحساب عقليا بكل سؤولة؟ تعلموا الرياضيات في برنامج رياضيات الصف الرابع بيقوم على أساس رياضيات الحياة يعني تطبيق الرياضيات في حياتنا مش مجرد حل مسائل وحفظ قوانين وعشان كده بيقدم برنامج رياضيات الصف الرابع ما يعرف باستراتيجيات الحساب العقلي أو القدرة على حل المسائل بدون كتابتها وبدون استجدام ألات حسبة وبيعتبر الحساب العقلي مهارة مهمة في تعلم الرياضيات لأنها بتساعد التلاميذ يحسبوا بسرعة وكفاء وكمان ممكن يستجدموا استراتيجيات الحساب العقلي في حياتهم فمثلا لو قدامهم فرص اختيار حاجات بيشتروا على قد مبلغ معين معاهم فممكن في أثناء اختياراتهم يقدروا إجمالي 8 الحاجات اللي هيشتروها ده كلام ده في البداية وغالبا ما بيكون التقريب هو أحد استراتيجيات الحساب العقلي اللي بتفيد في حالة دي وأنشطة الحساب العقلي بتظهر أكتر من مرة في كتب الرياضيات بالإضافة للأنشطة دي ممكن من وقت للتاني ندرب تلاميذنا عليها فنكتب مسألة أو مجموعة من المسائل على الصبورة وبندي وقت ليهم يحلوها باستردام الحساب العقلي وبعدين بنطلب من بعضهم مشاركة إجاباتهم الأهم من كده إنه هما يشرحوا الاستراتيجية اللي استخدموها وبينقوم بتسجيل طريقتهم أو استراتيجياتهم على الصبورة عشان كل التلاميذ يشوفوها كده يوقع التلاميذ هما اللي بيحددوا الاستراتيجية اللي استخدموها وبيشرحوا إزاي وليه استخدموا الاستراتيجية دي وبرضه هم نفسهم بيسمعوا زملائهم وهم بيشرحوا ليه هم كمان اختاروا استراتيجية من الاستراتيجيات وإزاي بتطبق دلوقتي هبدأ معكم نشاط بنستخدمه في تدريباتنا المهنية شارك كتلميذ وتأمل كمعلم هتعتبروا نفسكم التلميذ وتحلوا مسائل زيهم بالضبط وأثناء حلكم كتلميذ فكروا في أهمية استراتيجيات الحساب العقي كمعلمين نستعد بوراء وقلم عشان نحل كل مسألة هتتعرض قدامنا ونسجل إجابة تقديرية لكل مسألة ويطرق إيه اللي عملناه كمان عشان نقدر المسألة الأولى وبعدين نلاحظ إزاي نطبق الفهم ده على المسائل اللي بعدها وياريب تدونوا ملاحظاتكم على الكل اللي بنعملوا في استراتيجيات كتير نقدر نستخدمها عشان نقدر حل المسألة الأولى فممكن نستخدم استراتيجيات التقدير من خلال أول رقم اليسار يعني اللي 24 هنقدرها بعشرين ده باستخدم التقدير من خلال أول رقم اليسار اللي هو رقم اتنين والحل هيكون عشرين بالتالي 20 فاربعة هيكون بكام؟ تمانين أو ممكن نكون لحظنا إن اللي 24 قريبة من رقم 25 وده بنسميه عدد مميز عشان لما نجد نضرب أربعة فخمسة وعشرين هيدينا كام؟ هيدينا مية والتقديرين اللي هو تمانين ومية قريبين من الحل الصحيح في المسألة اللي بعديها هنلاقي المئات بتتغير في كل مسألة مرة مية أربعة وعشرين ومرة تانية ستمية أربعة وعشرين وبالتالي ممكن يساعدنا استخدام التحليل والتجمية على سبيل المثال مية أربعة وعشرين لما أجي حللها هحللها لأربعة وعشرين ومية فإذا قدرت إن 24 فاربعة بيساوي تمانين وعارفين إن 4 في مية بيساوي ربعمية فاحتمال تكون مية أربعة وعشرين فاربعة هي النجمع التمانين والربعمية فهيكون ربعمية وتمانين وكمان بالنسبة ستمية أربعة وعشرين فاربعة هحللها لستمية واربعة وعشرين فلما أضرب ستمية فاربعة وبعد كده أضرب ربعمية وعشرين فاربعة يعني 2400 زائد التمانين يعني 2480 وممكن نكون وصلنا للحل بأكتر من طريقة أو بطريقة مختلفة ولكن المهم أن الإجابات تكون قريبة من تقدرنا ونقدر نفسر السبب جايز التأدير يكون مفيد وسهل في بعض الأحيان لكن في أوقات تانية بنكون محتاجين إجابة أكتر دقة دلوقتي عندنا نفس المسائل ومطلوب نحلها بالحساب العقلي لكن المرة دية تعايز إجابة دقيقة وهندون ملاحظتنا عن اللي عملناه وليه عملناه في المسألة الأولى ممكن نحلل لـ 24 لـ 20 زائد 4 وهنضرب كل عدد فاربعة عشان نوصل لـ 20 فاربعة بـ 80 وـ 4 فاربعة بـ 16 فهتكون النتيجة 80 زائد 16 يعني بـ 96 في المسألة التانية نفتكر أن 24 فاربعة كانت بتسوي 96 وهنضرب 100 فاربعة بـ 400 ولما جمع الناتجين مع بعض هيبقى 496 وبنعمل نفس الشيء في المسألة التالتة 600 فاربعة بتسوي 2400 وـ 2400 لما جمعها مع 96 فبتسوي 2496 ممكن 4 فاربعة وعشرين نفكرها بطريقة تانية أن 4 فاربعة بـ 16 للأول وبعد كده 24 فعشرين بتسوي 80 للحصول على 96 وممكن نستخدم استراتيجية العدد المميز فلو كان 25 فاربعة بـ 100 فأنا هعمل هنا إيه؟ هطرح أربعة للحصول على 24 فاربعة فهرجع وراء أربعة خطوات يعني 100 نقص 4 بـ 96 نقدر بعد كده نحسب المسألة الباية بنفس استراتيجيات الحساب العقلي السؤال دلوقتي وعلى اعتبار أن الحساب العقلي واستراتيجياته شيء جديد علينا فزي نقدر نعرف أكتر عنه وعن طريق التطبيقه وفين نلاقي شرح أو أمثل عنه دليل المعلم هو مصدرنا للتعرف على الحساب العقلي واستراتيجياته وإزاي نطبعه في فصلنا وأماكن ووجوده في الدروس وبيعرض مجموعة من مسائل الضرب اللي بتطبق استراتيجيات الحساب العقلي زي مثلا في الوحدة السبعة عن استراتيجيات الضرب والإسمة من المهم أن نحن نحط في اعتبارنا أن استراتيجيات الحساب العقلي مش جديدة على تلاميذنا وكمان بنلاقيها ملأمة للتلاميذ المتقدمين أو حتى الضعاف في تعلم الراديات لأنهم بالفعل اتعرفوا عليها في سنة تانية وثالثة ابتدائي وسعادتهم يتقنوا بعض المهارات الأساسية زي حقائق جدول الضرب من خلال العد بالقفز أو هم يستخدموا تحليل الأعداد أو العد الأعلى لإتقان نهارة جمع وطرح الأعداد البسيطة وهنا ممكن أنصح أن احنا فعلا نطلع على دليل المعنف في السفوف اللي فاتت عشان نعرف بالضبط إزاي كنا بنأسس تلاميذنا في الحساب العقلي وبنأكد على حقيقة أن بعض استراتيجيات الحساب العقلي بيقدم حلول صحيحة وبعضها بيقدم حلول قريبة من الصحة في نفس الوقت بنأكد أننا لابد نشجع تلاميذنا أن هم يستخدموا الاستراتيجية اللي بيحسوا بالثقة في استخدامها لما يحلوا المسائل وبيتوصلهم للحل الصحيح ودي دعوة لنا كلنا أن دليل المعنف يكون هو مرجعيتنا لتدريس كل نواتج التعلم وكل أنشطية الدروس مهما تصورنا أن ناتج التعلم أو النشاط قدمناه قبل كده كتير في نهاية الحلقة أرجو من حضركم مسحي الـ QR Code اللي موجود على الشاشة والإجابة عن السؤال من وقع اللي استفدناه من حلقتنا النهاردة أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة